موسيقى السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات هذا مقطع فيديو للتعريف بحي قلم الإفتراضي الذي بدأنا ننشئه من أشهر ولدينا موقع على إنترنت قلم نقطة بيس وكذلك حساب في الفيسبوك بنفس الإسم قلم نقطة بيس وقناة أخرى في يوتيوب بنفس الإسم وكذلك لدينا حسابات في أطنى كلاسنيكي في كنتاكتي هي مواقع تواصل اجتماعي باللغة الروسية الهدف من وراء بناء وإنشاء هذا الحي الإفتراضي المسمى بالقلم هو خلق ترابط بين الأزبك في المهجر بالدرجة الأولى وإنشاء تعاون بأنواع مختلفة فيما بينهم فيما يؤول بالنفع على الجميع كالحفاظ على الهوية الإسلامية والحفاظ على اللغة الأزبكية التي هي مفتاح يجب أن نتسلح به عندما نخاطب أهلنا في أزبكستان وحتى نقوم بواجب الدعوة تجاه قومنا الذي يفوق 32 مليون نسمة اليوم فلا طريقة لمخاطبة تلك المجموعة إلا بالحفاظ على اللغة وحتى نجلب شبابنا من الجيل الثاني الأزبك في المهجر إلى هذا الحي الإفتراضي المسمى بالقلم يجب علينا أن نراعي إمكانياتهم الحالية من اللغات فإذا كانوا لا يجدون اللغة الأزبكية وذاك يجعلهم يتجنبون التواصل والمشاركة في مثل هذه الأحياء الإفتراضية فيجب علينا أن نسمح لهم المشاركة باللغة العربية ونحن نهدف أن ننشئ أحياء مستقلة لهذه اللغات كلها حيا بعد حي كحيا للغة العربية وحيا بالإنجليزية وحيا للتركية والروسية والسودية وغيرها من اللغات التي يستخدمها الأزبك الجيل الثاني من الأزبك في المهجر إن شاء الله ولكن في البداية نريد أن نجمع الجميع في حي واحد من وراء إن شاء مثل هذه الأحياء الإفتراضية منافع كثيرة تصلنا جميعا كأن تتعرف أسرة بأسرة أخرى يتتحدان في الرؤية والأهداف في الحياة وقد يكونوا يبحثون عن بنت ليزوجوا ابنهم بها أو يكونوا العكس فهذا التعارف سوف يؤدي إلى تحقق هذه المنفعة التي الكل في المهجر يحتاجون إليه فنرحب بالجميع للمشاركة في حي القلم الإفتراضي من اليوم فأهلا وسهلا بكم في قلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محي الدين السمرقندي لحي القلم الإفتراضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر